اليوم سنتأمل إحدى عجائب الطبيعة كيف سخر الله لهذه الحشرة طريقة مميزة للتكاثر هذه الحشرة حشرة الدبور الخضراء ذات اللون القرمزي حشرة غريبة فعلا هي تضع البيض ولكن هذه البيض لا يوجد فيها مواد مغذية لها ولا تستطيع أن تعيش لوحدها لا بد من مصدر للغذاء ماذا تفعل؟ انظرنا يا أخي الحبيب طبعا هنا هذه الحشرة لديها ذكاء خارق زودها الله بمادة خاصة للسيطرة على هذه الحشرة الأكبر هذا صرصور طبعا انظروا الفارق في الحجم يعني هذه الحشرة حجمها صغير مقارنة بهذا الصرصور الكبير بالنسبة لها ماذا ستفعل؟ الآن سوف تنقض عليه بكل قوتها وتقوم بمعركة عنيفة جدا لتحقن انظر معي هنا هذه مؤخرة حشرة الدبور تحقن مادة في عنق الصرصور في عنقه بالضبط تصل إلى دماغه للسيطرة عليه لينقض ويذهب معها إلى القبر الذي ستحفره لهذا الصرصور سبحان الله انظر معي هنا تحقن هذه المادة هذه المادة أيها الأحبة لا تشلوا حركة الصرصور وليست مادة سامة وليست مادة مهلكة بالنسبة له لا لا أبدا هو يبقى بكامل قوته وكامل سيطرته وكل شيء ولكن هذه المادة تجعله ينقاض وراءها فقط تسيطر على دماغه انظر معي هنا بعد أن حقنت هذه المادة هي ثوان قليلة فقط لتحقن هذه المادة ثم تهرب منه انظر معي هنا تنتظر حتى تأخذ هذه المادة مفعولها هذه المادة تدخل مباشرة إلى الخلايا العصبية في الدماغ في دماغ الصرصور هذا وتفقده قوة الإرادة تفقده اتخاذ القرار يصبح عاجز مع أنه في كامل قوته ولكن يصبح عاجزا عن اتخاذ أي قرار وبالتالي تستطيع هذه الحشرة الصغيرة أن تأخذه إلى حيث تشاء انظروا معي هنا أيها الأحبة هذه الحشرة سوف تسحب هذا الدبور من قرني الاستشعار هنا هي تنتظر طبعا حتى تأخذ هذه المادة مفعولها تستغرق وقتا من الزمن ثم تأخذه وتذهب به انظر انظر أخي الحبيب كيف يمشي معها إلى حفرة هي صنعتها انظر هو يمشي بكامل إرادته مع العالم أنها لا تستطيع أن تجره يعني لو كان ميتا لا تستفيد منه شيئا من الذي علمها أن هذا الصرصور لو حقنته بمادة سامة سوف يموت ولكن لا تستطيع أن تأخذه وتضعه في قبر هي حفرته خصيصا له انظر معي هذه الحفرة التي حفرتها هذه أنثى الدبور والآن سوف يدخل انظر انظروا هو يمشي معها هو يمشي انظر كيف يحرك أرجله هو يمشي بإرادته انظر معي أخي الحبيب دخل إلى هذا القبر الذي طبعا هنا العلماء وضعوا كاميرا ليصوروا لك كيف تسحبه ولكنه يمشي بإرادته حتى تدخله في هذا النفق قبر على شكل نفق عميق هكذا في الأرض الآن سبحان الله هذه الحشرة الخضراء أنثى الدبور تريد أن تضع البيضة على هذا الصرصور انظروا تختار مكان مناسب مليء به البروتينات والغذاء وتضع هذه الأم بيضة واحدة هنا تلسقها على بطن أو جسد هذا الصرصور سبحان الله هذه البيضة سوف بعد أن تغادر سوف تنمو وتتغذى على جسد هذا الصرصور المحبوس داخل النفق لا يستطيع أن يغادر هنا طبعا وضعت هذه البيضة كما نرى أمامنا ثم تركت هذا الصرصور انظروا المكان ضيق جدا محصور داخل هذا المكان لا يستطيع أن يتحرك ثم خرجت بعد أن خرجت سوف تغلق تغلق هذه الفتحة ببعض الأخشاب والحصى والحجارة الصغيرة وحبات الرمل أغلقت الفتحة عليه إغلاقا محكما لكي لا يفكر بالهروب إذن حفرت له قبر ووضعت وأغلقت هذا القبر ووضعت عليه بيضة لكي تتغذى عليه فيما بعد هذا الأمر أيها الأحبة محير حتى بالنسبة لعلماء الطبيعة انظروا هنا أغلقت هذا المكان بشكل جيد وأصبح هذا الصرصور أثيرا داخل هذا القبر لا يستطيع أن يتحرك لا يستطيع أن يتقدم ولا أن يتأخر فعندما تفقس هذه البيضة تخرج هذه اليرقة لتتغذى على البروتينات الموجودة داخل هذا الصرصور سبحان الله أنا فقط أريد أخي الحبيب أن أتوقف وأفكر معك بعقل من يقول أن الكون نشأ بالمصادفة وأنه لا خالق لهذا الكون طيب هذه حشرة من الذي علمها هذا الأسلوب من الذي علمها كيف تصنع مادة ليست سامة لو كانت سامة لقتلت الصرصور لن تسفد منه شيئا لو شلت حركته لن يمشي معها ولا تستطيع أن تسحبه طيب إذن هي مادة تفقده القدرة على اتخاذ القرار يعني المادة عجيبة جدا في الطبيعة من الذي ألهمها صناعة هذه المادة التي يعجز عنها علماء البشر اليوم البشر الآن عاجزون عن اختراع مادة يمكن أن يأخذها الإنسان أو تحقينها في الإنسان فتفقده القدرة على اتخاذ القرار مادة عجيبة جدا أيها الأحباب ثم من الذي علمها كيف تحفر وتسد هذا القبر بشكل محكم وتضع هذه البيضة هنا لتتغذى على هذا الصرصور ثم إنها تقدر حجم الصرصور بحيث أنه يكفي غذاء لعدة أسابيع لهذه البيضة لكي تفقس وتنمو وتتحول إلى حشرة مثل أمها هي لا ترى أمها على فكرة ثم تخرج هذه الحشرة الجديدة تخرج من هنا لأن لديها قوة تستطيع إزاحة هذه الحبات الحصة والأخشاب هذه وتخرج لتقوم بنفس عمل أمها مع العلم أنها لم ترى الأم ماذا فعلت طيب من الذي علم هذه الحشرة الجديدة من الذي أعطاها القدرة على هذا التفكير من الذي أعطاها هذه القدرة على أن تحقل مادة مناسبة وتعلم أن هذا هذا الصرصور مناسب لها والله أيها الأحبة إن هذا الأمر لا يمكن أن يأتي عن طريق المصادفة ولا يمكن أبدا أن يكون من فعل يعني الطبيعة العمياء التي لا تستطيع الطبيعة أن تفعل شيئا على فكرة وما هي الطبيعة أصلا يعني هي هي مخلوق هي مخلوق فالمخلوق أفمن يخلق وكما لا يخلق هنا نتأمل قدرة الله القائل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وهو القائل أيضا منبها عباده أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون لذلك أخي الحبيب هذا الإله العظيم الذي ضمن الرزق لحشرة مثل هذه حشرة صغيرة تافية ليس لها أي قيمة ولا نراها ولا ننتبه لها الله سخر لها وسائل معقدة ليضمن رزقها ورزق ذريتها من بعدها أنت كإنسان مؤمن تقول يا رب تفقد الأمل من هذا الإله العظيم هذا الإله الذي علمك أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين تفقد الأمل منه وتلهث وراء مخلوقات لا يضرون ولا ينفعون وتنسى الرزاق العظيم سبحانه وتعالى لذلك هنا أيضا آية عظيمة لابد أن أتذكرها معكم وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم هذا الإله السميع يسمع دعائي عليم بحالي عليم باحتياجاتي وهو السميع العليم فالذي رزق هذه الدابة يرزقني وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها الله ألزم نفسه أن يرزق كل مخلوقاته كيف يخلق مخلوقا ثم لا يرزقه سبحانه وتعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم هو السميع العليم الآية الثانية وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم والإيمان والتقوى والعمل الصالح وأن يرزقنا مرضاته سبحانه وتعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته